نبذة عن احتجاجات إيران يعتمد على تقارير شبكة مجاهد خلق الإيرانية في إيران السبت 27 مايو 2023 أحدث التطورات استمرت الاحتجاجات في أدة مدن في إيران يوم السبت واحتشد عمال شركة ماكوش للصلب في بندر عباس العاصمة الإقليمية لمحافظة هرمزغان جنوب إيران خارج مكتبي حاكم الولاية مطالبين بحقوقهم بما في ذلك تأخيرات الرواتب والمعاشات التقاعدية وفي يوم السبت أيضا أضرب عمال السكك الحديدية شمال غرب إيران مطالبين بحقوقهم خاصة الرواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية المتأخرة وبعد تبادل السجناء بين بلجيكا ونظام إيراني الذي أفضى إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي الإيراني المدان أسد الله أسدي من السجن وإعادته إلى إيران يتجمع الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المعارضة الإيرانية مجهد خلق يومي الجمعة والسبت في عدة مدن في أنحاء أوروبا لإدانة هذا العمل الاستردائي الشنيع وشهدت هذه المسيرات في بروكسل خارج وسارة الخارجية البلجيكية ومكتب رئاسة الوزراء كما تجمع الإيرانيون أمام السفارة البلجيكا والأماكن العامة في لندن وباريس وبرلين وميونيخ وسلوكولن وأوسلو ولهاي وبيرن وجينيف وهالي وبريمن وهمبورغ في ألمانيا وفييننا وأرهوس من بين مدن أخرى لإدانة الرضوخ لمطالب النظام الإيراني وذكر هؤلاء المتظاهرون أوروبا والغرب بأن سياسة الاستضاء الفاشلة التي انتهجوها تجاه طهران لن تؤدي إلا إلى زيادة جرأة نظام الملالي باعتباره الدولة الرائدة في العالم الرائية للإرهاب في مزيد من الأعمال العدائية والإرهابية بما في ذلك التقطط لهجمات الإرهابية وتوسيع دبلوماسية اختطاف الرهاء سيئة السمع شكرا للمتابعة